اوروبا. ازاي نملة الاستمارة? ناس كليل بعثتلي ازاي نملة استمارة اوروبا? يلا بينا نشوف مع بعض الخطوة بخطوة الجزء الاول ازاي نملة استمارة اوروبا مع بعض. طبعا ده شكل الاستمارة زي ما انتم شايفين والاستمارة عشان في ناس بتبعها بفلوس وخدوا بالكو عشان ما حدش ينصب عليكو ببلاش. الجزء اللي عليمين ده ما حدش يملاي ده خاص بالصفارة. محدش يستخدمه. خلص علي حط فيه قلم. يلا بينا نمشي خطوة بخطوة. اول حاجة بيقول لك اكتب ده اخر اسم في باسبورك. اخر اسم من الاسامي بتاعتك. ده ممكن تكتب كل الاسامي اللي في نص ممكن تسبقها فاضية. اسمك اللي مكتوب في تاريخ الميلاد بتاعك. وانت بتكتب اليوم وبعد كده الشهر بقى السنة كل حاجة بتكتب بالانجليزي. اسم المدينة او المحافظة اللي تولدت فيها. الدولة اللي تولدت فيها في رقم ستة. رقم سبعة تكتب الجنسية بتاعتك الحالية. لو انت اتولدت بدولة تانية بتكتبها برضو هنا رقم تمانية بتكتب انت اذكر ولا انسة. رقم تسعة بتكتب الحالة بتاعتك هل انت اعذب او متزوج او ايا كان. هنا لو انت رقم عشرة دي لو انت قاصر اللي بيملى البيانات دي الولد طبيعي بتاعك او اللي الصلاحية ان ييملى بياناتك. ده زي ما انتم شايفين بتكتب في رقم عشرة. تكتب هنا الرقم البطاقة بتاعك. رقم اتناشرة تكتب نوع الباسبور هو دبلوماسي ولا عادي? واغلبتنا هنكون عادي طبعا. بنعلم بس كده. هنا هنكتب رقم الباسبور. تاريخ اصدار الباسبور. حتى تاريخ كزا. والآآ اصدر منين? هتلاقي تاريخ او هتلاقي مكان الاصدار ده مكتوب عشرين عشرة تلاتة على حسب المكان بتاعك. هنا لو انت عندك حد بعط لك زيارة من الاتحاد الاوروبي او من اي مكان في اوروبا. بتكتب هنا بياناته كلها وتفاصيله. وهو هنا بيقرب لك ايه? خطوة بخطوة زي ما ان شايفين. بتعلمه بس علامة بسيطة كده تاك صغيرة. بعد كده بندخل هنا على رقم تسعة عشر بتكتب هنا العلوان بتاعك والايميل ادرس بتاعك. اد مسلا جيميل اد ايا كان. والتليفون بتاعك رقم تليفونك المحمول. هنا لو انت عندك اقامة بدولة تانية بتقول عندي او ما عنديش. لو عندك بتكتب هي فين? وتكتب الرقم بتاعها. رقم واحد وعشرين دي مهمة جدا زي ما ان شايفين حطين حتى نجمة. دي الحاجات الاساسية لازم تتميلي. هنا بتكتب المهنة بتاعتك بتكتبها هنا كل حاجة دي ما قلت بالانجليزي. هنا بتكتب العنوان بتاع الشركة بتاعتك او المكان انت بتشغل فيه وتكتب رقم تليفون. لو انت طالب بتكتب اسم وعنوان المدرسة بتاعتك. رقم تلاتة وعشرين من انت مسافر ليه مسافر سياحة ولا بزنس ولا هتزور اصدقاء او عيلة من ثقافة رياضة زيارة رسمية. طاعة ايا كان هتنزل بتكتب كل حاجة خطوة بخطوة انتظروني في الفيديو اللي جاي. هقول لكم على الباقي واللي باقي ده اهم اللي جاي ده اهم حاجة عشان فيه تريكات حلوة. تسوش شبهونا انستجرام وليوتيوب ستة وتسعين دول حول العالم من اوروبا.